بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله هذه الآية الكريمة شأن نزولها في بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء في مكة كانوا مضطهدين كان المشركون يؤذونهم وقتلوا بعضهم ياسر وسمية أب وأم عمار المشركين قتلوهم وبقية المسلمين كانوا في شدة كبيرة فبعض هؤلاء كانوا متحمسين جدا وكانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم بأن يقاتلوا المشركين وهم في مكة لكن الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت في مكة ما كان قد شرع الجهاد لأن الأحكام نزلت بالتدريج وحكم الجهاد لم يكن قد شرعه الله سبحانه وتعالى في مكة وما كان هم صالح لأن عدد المسلمين كان ميتين واحد بين كبير وصغير ورجل وامرأة إذا مثلا تحسب الشباب بهم اللي قادرين على القتال يمكن نقول مية مثلا مية وعشرين مية وخمسين كل الميتين وأهل مكة بالألوف فإذا كانوا يريدون القتال خلص كانوا يقضون على المسلمين عن بكرة أبيهم لكن هؤلاء كانوا يلحون ويكررون كلامهم بالإذن بالجهاد لهم الرسول صلى الله عليه وآله كان يخاطبهم لا الآن مو وقت الجهاد لكن الآن وقت الصلاة ووقت الزكاة صلوا وزكوا بالصلاة أنت ترتبط بالله سبحانه وتعالى وتزكي نفسك بالزكاة هم الضعفاء من المسلمين وأكثرهم كانوا من الضعفاء من المستضعفين تساعدوهم لأن عادة دعوة الأنبياء في البداية من يستجيب لها؟ الضعفاء أما الأثرياء القليل منهم يستجيب في البداية لذا بالنسبة إلى نوح قالوا له يا شباب طائشين من الأراضي الذولة اللي تبعوك لأنه كانوا فقراء فبهذه النظرة ينظرون إليهم في الحديث الشريف إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم يمكن هذا الزبال اللي تشوفه ديكنوس عند الناس ما إلا قيمة ولا وجاهة يمكن عند الله سبحانه وتعالى أشرف من كلنا لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذا بين قوسين في الحديث الشريف إن الله سبحانه وتعالى أخفى ثلاثا في ثلاث أخفى رضاه في طاعته فلا تستحقرن شيئا من الطاعة يمكن هاي الطاعة البسيطة اللي أنت تستصغرها فيها رضى الله سبحانه وتعالى وأخفى غضبه في معصيته فلا تستحقرن شيئا من المعاصي يمكن هاي المعصية الصغيرة ممهم بعدين نتوب الله يغفر لنا يمكن هاي المعصية الله يغضب عليك بسببها وأخفى وليه ولي الله منه هو الله أخفى بين الناس على كل حال فلا تستصغرن رجلا من المؤمنين لا تستحقره إذا تشوف نسب وضيع إذا تشوف مثلا ما عنده فلوس ما عنده وجاه ما عنده كذا لا تستحقره يمكن هو هذا ولي من أولياء الله يوم القيامة أنت تحتاج إلى شفاعته على كل حال ففي مكة الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم في القتال إلى أن دارت الأيام وأهل المدينة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وطبعا في قصة طويلة إيمان أهل المدينة بالرسول لأنه حسب تعبيرنا خوال الرسول كانوا لأن أم عبد الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله أم عبد الله كانت من أهالي المدينة على كل حال وكذلك أم عبد المطلب كانت من أهالي المدينة لأن زوجة هاشم كانت مدنية من يثرب بعدين اليهود هناك كانوا في المدينة والعرب في المدينة الأوس والأخزرج كانوا يضطهدون اليهود لأن اليهود أقلية فكانوا يضطهدونهم والذول اليهود في التوراة كانوا قارين أن الرسول صلى الله عليه وآله سيظهر في هذه المنطقة وأصل مجيئهم إلى المدينة طمعا في أن يكون الرسول منهم ليش في المدينة كان يهود ليش هم مو من أهل المدينة أهل فلسطين أو أهل أماكن أخرى لأنه كان يدرون أن النبي آخر الزمان من هذه المنطقة فطمعوا أن يكون النبي منهم لذا هاجروا إلى هذه المنطقة فعندما كان الأوس والأخ خزرج يضطهدون اليهود فاليهود كانوا يقولون لهم اصبروا أيام النبي راح يظهر راح ينقذنا منكم فأهل المدينة كانوا يدرون أن هناك نبي سيظهر فلما سمعوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله قالوا فلنؤمن به قبل اليهود فهم قضية عشائرية بيناتهم وهم قضية أنه دينية وهم جهات أخرى فجاءوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله ولما اليهود شافوا أن العرب أسلموا هم توقفوا وعاندوا شافوا النبي مو منهم فكفروا بالرسول صلى الله عليه وآله زين فعندما أهل المدينة أسلموا والرسول صلى الله عليه وآله لهاجر إلى المدينة شوكة المسلمين قوت لأن أهل المدينة تقريبا عشر تالاف واحد كانوا المهاجرين ميتين واحد الأنصار عشر تالاف واحد فهنا الله سبحانه وتعالى أذن لهم في الجهاد الآن الظروف مناسبة أول خطوة عندما الرسول صلى الله عليه وآله اضطر لكي يهاجر من من مكة رادوا يقتلون رادوا أرادوا أن يقتلوا الرسول فالرسول خرج من المدينة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك فعندما الرسول هاجر والمسلمون هاجروا أهالي مكة صادروا بيوت المسلمين وممتلكاتهم كلها صادروها حتى في فتح مكة عندما الرسول صلى الله عليه وآله رجع إلى مكة نصبه والخيام خارج مكة قال له يا رسول الله أنت في مكة عندك بيت قال وهل أبقى فلان لنا بيتا فلان بع بيتنا هل أبقى لنا فلان بيتا هو طبعا من حق الرسول أن يسترجعه لكن ما استرجعه على كل حال فالمشركين صادروا أموال المسلمين بيوتهم ممتلكاتهم فلوسهم فالله سبحانه وتعالى أذن للرسول وللمسلمين بالتقاص قافلة المشركين ده تجي تجارب بين مكة والشام والمدينة صايرة بالطريق بعد لأن مكة في الجنوب والشام في الشمال فأنتو روحوا صادروا هذه القافلة ليس نهبا وغارة وإنما مقاصة ذولاك نهبوا أموالكم في مكة أنتو مقاصة تسترجعون تلك الأموال بهذه الطريقة زين تحرك جيش المسلمين بعدين الكفار عرفوا وجيشهم أجوا وأبو سفيان كان هو قائد القافلة ودى القافلة من طريق البحر وشردوا على كل حال القافلة راحت بس الجيوش الاثنين الجيشان التقياه وصارت غزوة بادر الآية الشريفة شنو تقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة يعني بيها قتال وبيها قتل ويمكن تنقتل تنجرح زين أنتو تحبون أنه هاي قافلة تصادروها قصاصا ومقاصة بس ما تحبون القتال وهنا صارت مشكلة بعض ذولاك اللي في مكة كانوا يتمنون الجهاد ويضغطون على الرسول أن الله سبحانه وتعالى يأذن لهم الجهاد هنا بدأوا يعترضون فهذه الآية التي قرأناها ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال في بدر إذا فريق منهم مو كلهم لا نبيهم مؤمنين مو كلهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يعني يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله هاي فقد مشكلها معدنا هواية من الناس يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله في خلوات يرتكب المعاصي بس قدام الناس ما يرتكب المعاصي ليش لأنه ما يخاف من الله بس يخاف من الناس يخاف سمعته قدام الناس تروح وهذا علامة ضعف الإيمان والمؤمن الحقيقي المؤمن الذي سره وعلانيته واحد كما لا يرتكب المعصية في العلانية كذلك لا يرتكب المعصية في السر إذا واحد صار سره وعلانيته واحد هذا مؤمن وإذا صار سره أحسن من علانيته فهذا بعد درجة إيمانه أكثر يصلي صلوات المستحبة بالبيت مثلا قدام الناس ما يصليها المستحب أن النوافل الإنسان يصليها بالبيت والفرائض يصليها بالمسجد قدام الناس يعني أما النوافل المستحبات بالبيت ونستجير بالله إذا واحد ظاهره صار أحسن من باطنه فهذا هو من علام النفاق أيضا نستجير بالله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله زينا تخاف من ذول يقتلوك ما تخاف من رب العالمين ينتقم منك الناس انتج قد تخاف منهم أيام قلائل أفرض فد واحد يعمر مئة سنة مئة سنة في خوف من الناس بس إذا ارتكب المعصية في الآخرة الآخرة ما لهد نهاية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض زينا يسوى واحد على مثل المعصية سنوات طويلة يكون في نار جهنم لأنه ما كان يخاف من الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أكثر يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لسا أنت إلى البارحة تقول يا رب شرع علينا القتال يسل لما الله شرع عليك القتال لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب تسويف أنا واحد الذي يتهرب من المسؤولية يسوف وهذه من صفات الفاشلين التسويف كواحد هاليوم باشر هاليوم باشر إلى أن ينقضي عمره يخلص شايفين ذول بعض الطلبة الكسولين في المدارس يوم الأول دراسة ما يدرس يوم الثاني ما يدرس يوم الثالث يقول باشر وعقبة وبيناتنا أشهر وكذا وإلى أن يجي يوم الامتحان وهو صفر ما عنده شي من المعلومات ويريد ليلة الامتحان يدرس كذا ما يصير ما يفيد لو لا كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب هذه شأن نزول الآية ومصداقها المصداق الآخر تبين الروايات بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والإمام الحسين عندما الناس خذلوا الإمام الحسن الله سبحانه وتعالى مبنى أنه يسوي معاجز دائما المعجزة لإثبات صدق مدعي النبوة لإثبات كرامة أولياء الله سبحانه وتعالى أما في كل قضية الله إذا يريد يدخل في إنقاذ أوليائه يبطل الامتحان إذا أنت مؤمن الدنيا وإياك وإذا واحد صار كافر الدنيا ضدك وكل الناس تصير مؤمنة فالله سبحانه وتعالى غيبيا ما يدخل مباشرة لإنقاذ المؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بالدنيا بالآخرة لكن حسب تعبيرنا بنفس طويل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة أيضا لكن مو في نفس اللحظة زين الناس خذلوا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ابن عمة عبيد الله ابن عباس قائد جيش عشرة آلاف نفر معاوية أخذ الفلوس وعاف الجيش فلان طولة فلوس فلان طولة فلوس فلان طمعا في منصب أو كذا فلان كاتب معاوية أنه إحنا مستعدين نشتف الحسن ونسلم إلك فاضطر الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لمصلحة الدين بالهدنة مع معاوية ذاك جيش منظم يطيعون القائد مسلح وجيش مننا منهار وأكو بعض المؤمنين من خلص الشيعة اللي عددهم قديل ما يقدرون يسوون شي زين فلما هادن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام معاوية فيما عرف بصلح الحسن عليه الصلاة والسلام بشروط وذول إجاو السلام عليك يا مذل المؤمنين أنت ذليتنا ليش هادنت معاوية ليش صالحت المعاوية ليش تركت القتال ويابع أنتو السبب أنتو اللي ما أطعتم وأمير المؤمنين أما أطاعوا الإمام يقول وما معاوية بأدها مني إلى أن يقول في هذه خطبة مفصلة حتى ولقد أفسدتم رأيي بالعصيان يعني أنا عندي خطة محكمة هذه الخطة توصلكم إلى نتيجة زين إذا خالفتوا الخطة ما يوصل إلى نتيجة ومو بنا يصير معجزة ولكن ذول أفسدوا الخطة بالعصيان وبعدين يعترضون عندما مالك مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه في ليلة الهرير في صفين القتال بدأ من الصبوح إلى الصبح اليوم الثاني 24 ساعة قتال ليلة الهرير هذه الليلة المفصلية في معركة صفين في تاسع من صفر كانت شوي الدنيا فيها ضوة باعتبار وجود القمر ليلة التاسعة فالقتال استمر إلى اليوم الثاني وكاد مالك الأشتر يصل إلى خيمة معاوية ويقتل معاوية والأمر ينتهي حتى أن معاوية ركب على الفرس ركب على أحصانه حتى إيش رضي ينهزم يروح والخدعة صارت وذولة إجا وجردوا السيوفهم أمير المؤمنين ثلاثين ألف واحد إما تستجيب لهم وتوقف الحرب لأنه ذولة قالوا نحكم كتاب الله وإما نقتلك الامام قال لهم حتى لا يصير القتال بعدين عندما وصلوا إلى طريق مستود بداء القتال زين لو ذول صادقين يردون أن يتحكموا إلى كتاب الله قبل القتال مو بعد ما آلاف مؤلفة من الناس انقتلت وهي خدعة لا ولكن أفسدتم رأيي بالعصيان إلى أن يقول ولكن لا رأيي الإمام لا يطاع المشكلة مو فيه الخطة محكمة صحيحة لكن هذا اللي ما يطيع يخرب الخطة زين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام خلفه فاضطر إلى الهدنة وبعدين يجون يعترضون اعتراض وكذا وليش سويت المصالحة وكذا إلى أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما ثار الإمام الحسين ثار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذ نفس ذول اللي كانوا يستشكلون على الإمام الحسين نفسهم خذلوا الإمام الحسين آلاف مؤلفة كتبوا رسالة لإمام الحسين وخلص تركوه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يدورونه يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديان ذاك اليوم قيل لكم كفوا أيديكم في صلح الحسن اعترضت هس عندما كتب عليكم القتال والجهاد أكثر الناس خذلوا الإمام عليه الصلاة والسلام المفروض أنه إحنا الآن هس إذا أولاك الناس قصص صاروا لقد كان في قصصهم عبرة نعتبر بقصصهم الله سبحانه وتعالى عندما يذكر قصص الأنبياء أو قصص الأمم السابقة صالحاتهم هم تكتب في سجل أعمالنا سيئاتهم هم تكتب في سجل أعمالنا فليش الله سبحانه وتعالى ينقل قصصهم لأن عبرة تعتبر بي لقد كان في قصصهم عبرة واحد يعتبر بها هس إذا أولاك في زمان الرسول في زمان الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين لا إحنا مسؤولين عن أعمالهم ولا هم مسؤولين عن أعمالنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بس عبرة لأن القضية تتكرر إذا ذاك اليوم كان يزيد هسه ما يزيد إذا ذاك اليوم كانوا ناس يحاربون الأنبياء هسه ناس يحاربون أبناء الأنبياء إذا ذاك اليوم يحارب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هسه يجي يحارب أتباع الإمام الحسين يقول هو يتأسف أنه ليش ما كان في ذاك الزمان حتى يشارك في دم الإمام الحسين يقول إذا ما أقدر ما تنت ذاك الزمان هسه أنتقم من زوار الحسين عليه الصلاة بعد نفس الشيء بعد القوم أبناء القوم يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر ينتقم من قتلة الإمام الحسين زيني شلون ينتقم من قتلة الإمام الحسين قتلة الإمام الحسين المختار أكثرهم قتلهم بشر قتلة بشلون ينتقم منهم بالحديث الشريف في تفسير آية الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود يقول فلم تقتلون أنبياء الله من قبل زين اليهود اللي كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وفي زمانهم ما كان أنبياء ليش الله يقول فلم تقتلون أنبياء الله الحديث يقول لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم راضي بفعلهم ومن راضي بفعل قوم أشرك فيهم يعني إذا واحد الآن راضي بفعل قتلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو شريك وياه فصحيح هو بالمباشرة ما قاتل لكن هو ويا القتل لأنهم راضي بالفعل وهم يقوم بنفس الفعل السيدة متى وصل للإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين يوصل إلى الشيعة المساكين مثلا إحنا في هذه الظروف لازم نعتبر بما مضى كل واحد من عندنا يمكن أن يكون من الناس الصالحين ومن الناس الطالحين خاصة في الامتحان امتحان هوية صعب هذا فد واحد كان اسمه عبيد الله بن الحر الجعفي اسمه عبيد الله بن الحر الجعفي هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين عبيد الله بن الحر الجعفي في قضية مفصلة ترك الإمام راح التحق بمعاوية بعدين صارت أيضا قضية في قضية ظلم هو فلأخذ حقه رجع إلى الكوفة يشتكي على اللي ظلمه عند الإمام الإمام قال له أنت خلت ويانا وتركتنا قال ويمنع ذلك عدلك عدلك يعني سآني موزيا بس هذا يمنع أنه آني موزيا يمنع عدلك أنت لا تعدل ويايا إذا أنت واحد عدو إلك وأنت عدو إله لأنه عدو إلك وأنت عدو إله لازم تظلمه لا الإسلام ما يرضى ذلك حط له عدو إلك ولا يجرمنكم شنآن شنآن يعني البغض الشديد شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى زين قال له ويمنع ذلك عدلك هذا يمنع عدلك الإمام قال له قال له زين شنو قضيتك فاشتكه والحق كان ويا أيضا في تلك القضية الإمام أرجع الحق إله وبعدين مرة ثانية عندما أخذ حقه هم راحل تحقب معاوية زين في طريق كربلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التقى بي هو هذا عبيد الله بن الحر الجعفي قال له تعال انصرنا وعندك ذنب قديم لأن تركت أمير المؤمنين الله يغفر لك لأن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب الإنسان قبل ما يموت يعني قبل ما يشوف ملك الموت والملائكة قبل هاي اللحظة إذا تاب الله سبحانه وتعالى يتوب عليه يعني التوبة يتندم على ما فعل ويستغفر الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس يأديها إذا ماكي الفلوس العالم يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وحده ما يفيد لازم يرجع فلوسهم وحقوق الله سبحانه وتعالى ما مصلي ما صايم كذا يقضيها يأديها الله سبحانه وتعالى يغفر له لكن إذا شاف الآخرة لحظة الاحتضار لا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إذا شاف الآخرة توبة ممقبولة بعد خلص مثل فرعون بعد حتى إذا أدركه الغرق شاند يغرق شاف الآخرة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين جبرايل شنو قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بعد أمام ما يفيد زين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال لك ذنب قديم وتعال بنصرتنا أمح ذلك الذنب لأن الآية الشريفة تقول إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات ما قبل قال يا ابن رسول الله اعذرني وكذا وعندي عائلة وعندي ما أعذر شنو وعندي كذا من هذه الأعذار اللي بعض الأحيانة ما إحنهم نعتذر بهاي الأعذار قال ولكن عندي هاي الفرس إحصان عندي ما طلبت شيئا إلا أدركته ولا فررت من شيئا إلا فررت منه وهذا السيفي كذا وكذا حاد وما أدري شنو من الأوصاف فهذا من الإحصان وهذا السيف بخدمتك تفضل الإمام عليه الصلاة والسلام قال له أما وقد بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك وسيفك إحنا ما نحتاج سيف ما نحتاج فرس إحنا نريدك إلك نريد ننقذك أنت من نار جهنم نحتاجك إلك ما نحتاج لفلوسك قل شان لو يجون عند الرسول يمنون على الرسول من نية إيه أنه إحنا أسلمنا وكذا أنت وحدك شنيت وإحنا صرنا جماعتك ونصرناك وما أدري كذا الآية نزلت يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعني مو منافقين هم وعي منهم شانوا منافقين يكذبون القضية راحت فرصة جتة فرصة ذهبية هم يتخلص من ذنوبه السابقة وهم ينال الدرجة الرفيعة والإنسان الفرص عندما تجي لازم هاي الفرص يستثمرها لأن أمير المؤمن عليه السلام يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مرة سحاب هناك واحد من أصحاب الإمام الحسين كانوا يا الإمام الحسين من البداية إلى كربلاء فعندما وصلوا إلى كربلاء استأذن الإمام قال أنا مديون أكو علي الدين وأخاف أن قتل وما يدفعون الورثة ديني وكذا فتأذن لي أروح للكوفة أعد الدين وأرجع والإمام هم أذن الله راح أيام إلى أن على كل حال صف أموره وكذا وشوية ماطل ورجع إلى كربلاء وصل بعد يوم عاشوره هو يعني إنسان خوش إنسان شان جاي للشهادة بس شنو فوت الفرصة فوت الفرصة بس أنت مديون صحيح حق الناس أوصي واحد دزلك واحد زيان اكتب وصية اكتب كذا على كل حال ما كان موفق أن يكون من شهداء فهذا عبيد الله بن الحر الجعفي راح في طريقة والإمام عليه الصلاة والسلام استشهد وبعديا هم رجع على قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يبشي وأنشى قصيدة فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين نفسي والتراقي حسين حين يطلب بذل نصري على أهل النفاق ما أدري والشقاقي ولو أني أواسيه بنفسي لفزت كرامة يوم التلاقي لقد فاز الأولى نصر حسينا وخاب الآخرون إلى النفاقي أو إلى الشقاقي وبعد ذلك من نصر هذا اللي ديفوز ومن نصر ذاك ومن نصر بني أمية ومن نصر الخوارج وكذا وأخيرها مغرق في الدجلة أو الفرات ومات غرقا خسر الدنيا والآخر إحنا لازم نعتبر بقصص أولئك ذاك وهب المسيحي ومسيحي واحد طول حياته مشرك ساجد للصليب زين والمشرك أسوأ شيء الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المشرك الله ما يغفر له هذا منتهين منه أسا غير المشرك يمكن يغفر له يمكن ما يغفر له في مشيئة الله سبحانه وتعالى هو جت الفرصة ولا أحد يتوقع منه لا هو ابن عشيرة لا هو ابن مثلا وجاه لا هو مسلم حتى نقول جهاد واجب عليه مثلا ما أحد يتوقع منه لكنه آمن وأسلم وكان مع الإمام الحسين كم يوم صلى خمسة أيام عشرة أيام ما أدري من اليوم اللي أسلم إلى يوم اللي يستشهد ويوصل إلى درجة أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقف أمام قبور الشهداء ويقول لهم بأبي أنتم وأمي على كل حال فإحنا المفروض أنه نكون على نفس ذلك الطريق ولن نسمع إلى فلان شنو يقول وفلان شنو يقول قبل يومين جدا أقرأ فالواحد كاتب مقالة يتهجم على هو من الشيعة بس يتهجم على الشيعة في تفجير الكرادة اللي صار راح فيه هاي من الشهداء يقول الصوش صوشنا ليش لأنه إحنا قلوبنا رحيمة أنت قلبك رحيم هو هذا اللي لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ولأنه إحنا نبشي على الحسين عليه السلام فيتفرغ الأحقاد بالبكاء فما تحمل حقاد حتى تروح تنتقم منهم فالمفروض أنه إحنا لا مثلهم نسوي هو يقتل النساء إحنا منقتل النساء يقتل الأطفال إحنا منقتل الأطفال كذا حتى نقدبهم زين إذا هالشكل يقول لعليش صار شيعي أنت بعد هو نفس هذا الكلام كان يقولوا لأمير المؤمنين نصير مثل معاوية زين إحنا اتبعنا أمير المؤمنين لأن اسم علي بن أبي طالب لو لأن الله سبحانه وتعالى على عصمه وعينه وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى وإلا إذا حاكم يغدر يفجر كذا حتى يوصل إلى السلطة قلو شنو فرق عن معاوية إذا إحنا هم يريد نسوي نفس أفعال ذولاك قلو شنو فرقنا عنهم قلو ليش نسمي نفسنا شيعة بعد نسمي نفسنا نواصب مثلهم وخلاص المشكلة هم تنتي هي المشكلة على هاي القضية هي المشكلة على هاي إحنا مفروض أنه نلتزم بما أمرنا الله به سبحانه وتعالى لا إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب هذا مو صحيح أنت لازم تكون قوي هذا الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي لازم تكون قوي لكن مو معنى أن تكون ظالم إذا ذاك يظلم أنت هم تظلم العرب الجاهليين كان عندهم فتشعار شعارهم انصر أخاك ظالما أو مظلومة هاي من عشيرتك انصره مظلوم انصره ظالمهم انصره فيوم الرسول صلى الله عليه وآله في المنبر على المنبر قال للمسلمين انصر أخاك ظالما أو مظلومة تعجبه قالوا المظلوم أخو عرفنا انصره إيه بس الظالم إشلون قال أن تنصره برده عن ظلمه هذا دا يظلم الظلم وبال علية في الدنيا والآخرة في الدنيا الآية تقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا زيان هاي صدام شفنا قصورة كلها اتفرهدت ونفس دول الإرهابيين مناطقهم وكذا كلها راحت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا هاي بالدنيا وبالآخرة الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة فأنصر ظالم أن ترد عن ظلمه لأنه إذا يظلم هذا بضرر أنت إذا منعت من الظلم نصرت يريد يظلم ما تخلي يريد يبوغ فلوس العالم أنت ما تخلي يريد يضرب ظلم أنت ما تخلي يعني لا تكتب سيئة فيه سجل لأعماله وهذا النصر إحنا المفروض نلتزم بالشر إيه كون قوي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف كما في الحديث الشريف لكن في الوقت نفسه تكون ملتزم بالإسلام كاملا بالصلاة بالصوم بالحاج إذا كنت مستطيعا بالمستحبات بالزيارة بالزيارة بصلاة الأرحام بمراعاة الأيتام وهكذا وفي الوقت نفسه تكون قوي إذا عدو يريد يقتلك الدافع عن نفسك هذا الجهاد من ضروريات الإسلام لكن ضمن الموازين الشرعية والشرع هم راع مصلحتك وراع مصلحة الناس ومصلحتنا جميعا فإذا التزمنا بما يقوله الله سبحانه وتعالى هذا يكون خير في الدنيا والآخرة لن تتصور لن تتصور المشاكل بس علينا الآية تقول فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إذا هو ديقة تلبيك انتهم في الجهاد دا تقتل منا فإنهم يعلمون كما تعلمون بس شنو أكو زيادة وترجون من الله ما لا يرجون الثواب الآخرة والله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين وينجيهم لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يختار شهداء كما في القرآن الكريم ويمتحن الناس ويمحص الناس ويختبر الناس ويفتتن الناس هاي كلمات كلها معانيها تختلف حتى المؤمن يزداد إيمانا إذا شوية أكو نفاق شوية أمور أخرى مختلطة بقلبه بسبب هذه الامتحانات هاي تنزاح منه مثل الذهب عندما يوضع على النار يذوب إذا مغشوش الغش يخرج منه عندما صاغة يذوبون الذهب فهذا هو التمحيص والابتلاء والافتتان أكو في حديث شريف البارحة جدا أقرأ يقول الله سبحانه وتعالى إذا العبد المؤمن أذنب ما يريد يأخر عقوبته إلى الآخرة لأن بالآخرة العقوبة صعبة جدا إن بطش ربك لشديد فرحمة بهذا المؤمن العاصي يعاقب بالدنيا بمراض بحاكم ظالم بنقص في الأموال بحاجة حتى بالحديث أنه بعض الأحيان نوع من العقوبة عالية أنه بالنوم يخرع واحد نايم بالنوم يخترع هذا النوع بعض الأحيان عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حتى يصفيه حتى إذا راح يوم القيامة يجي يوم القيامة صافيه زياد أما المشرك هذا منتهي أمر بعض الله ما يعقب بالدنيا لأن الدنيا أقل من أن تكون عقوبة لكافر وفي الحديث نفسه أقل من أن تكون مثوبة لمؤمن يعني إذا مؤمن الطوق كل هذه الدنيا هي ما تصير ثواب لصلاة واحد يصليه لذلك الله سبحانه وتعالى يدخر للمؤمن ثواب الآخرة فهناك امتحان هناك تمحيص وأيام قليلة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة البارحة ليس البارحة يعني الأسبوع الماضي واحد توفي ف ابن هذا المتوفى أجي أمي قال لي سيدنا أنا الولد الأكبر لهذا الميت ابن الأكبر وهذا والدي عندما مات عمره كذا من السنين هذا بطول حياته ما كان يصلي حوالي خمسة وستين سنة هذا مطلوب صلاة أنا باعتباري الولد الأكبر لأن القضاء صلاة الوالد على الولد الأكبر إذا لم يتركها الوالد عصيانا إذا عصيانا تركها لا مواجب القضاء عليه زيان فقلت له الحكم الشرعي بيّنت له إله ما قلت له شي كام راح معنى أنا فكرت قلت إسه هذا إذا كان يصلي ستين سنة خمسة وستين سنة ما أعرفي سبعين سنة شنو كان يضر الصلاة باليوم اسبط عشر ركعة إذا مو مسافر إذا مسافر أقل تصير كل ركعة أهم يعني دقيقة زيان وفي أوقات متفرقة مو كل هوية اللاخ إذا ربع ساعة عشرين دقيقة وهسا الآن سبعين سنة ستين سنة ما أدريش قاد هاي في ذمة بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زيان قلت له هسا أنت مواجب عليك تصلي بس استأجر النتيجة أبوك قال شوية الله سبحانه وتعالى يخفف عننا قال ما عندي كل سنة كذا مبلغ لازم تطيل الإجار ما عندي قلت له سوزعوا بين أقرباكم بس أنت سنة سنتين ثلاث سنوات قال لي يوم يوميا سنة سنتين ستين سنة خمسة وستين سنة سبعين سنة وبعدين لو الميت هالشكل يوميا ثلاث يام أربعة يام فكر الميت بعدين ينسوه خلا فيه أمان الله راح وهكذا الدنيا الحديث الشريف كن وصية نفسك أنت كن وصية نفسك يعني شنو يعني أنت ليش تقول للورثة افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا بأموالي أنت سوي أنت لما الحي إذا تريد تسوي مبرة وأمور خير أنت سوي مو كل أموالك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبصدها كل البست فتقعد ملوما محسورا لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ما تحبون يعني بعض ما تحبون كن وصية نفسك توصي أنه يصلون بذلك أنت لما قلبك ما محترق على نفسك تريد ابنك وحفيدك وأخوك كذا قلبه يحترق عليك يوميا قلبه يحترق بعدين هو مشاكل الحياة وكذا تنسي صبروا أياما قليلة عقبتهم راحة كبيرة فعلى كل حال نحن في امتحان إذا صعوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصعوبات كفارة لذنوبنا وأن لا يؤجل عقوبتنا إلى الآخرة يغفر ذنوبنا وإذا الله سبحانه وتعالى شافنا نحن بالمستوى المطلوب من طاعته فينظر إلينا بعين رحيمة إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات موسيقى 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 موسيقى